في ظل صمت أغلب الأحزاب في مصر حوالين المظاهرات اللي جارية خرج بقى حزب النور علشان يمارس دور التعريض السياسي ويصدر بيان يحذر فيه من دعوات التظاهر ضد السيسي ويقول إنها مخططات أجنبية مغرضة شوف البيان بيان حزب النور فين؟ أنا مش شايفه على الشاشة آه هتقولي بقى لإن أنا نظري ضعيف شوي هو بيقول بيعبر باختصار عن تأكيده على رفضه لكل صور التخريب والفوضى داعيا جميع أبناء الشعب المصري إلى تفويت الفرصة على المتاجرين بهمومه ممن يزع مكذبا وبهتانا وزورا النضال وهو يحمل أجندات غربية تريد التخريب للإصلاح طب مين بقى اللي بيحمل أجندات غربية تريد التخريب للإصلاح؟ محدش عارف ويحذر الحزب من دعوات التظاهر المتدولة على وسائل التواصل في الأسبوع الجاري والتي دعا إليها أحد منفزي المخططات الأجنبية المغرضة وتبعه كثير ممن انتهجوا العنف والفوضى والتخريب يا جماعة الشيوخ الكرام يا مشايق حزب النور اللي دعا إليها مش أحد منفزي المخططات الأجنبية لأنه اللي دعا للحقيقة لهذه المظاهرات هو أحد المتعاملين مع نظام عبد الفتاح السيسي وأحد المقاولين الذين كانوا يعملون تحت عين السيد عباس كامل والسيد كامل الوزير والسيد عبد الفتاح السيسي يعني لا ينفز مخطط أجنبي ولا هو ممول من الغرب ولا هو عايز يوقع البلد الراجل كان منكم وطلع فضحكم بكاميرات موبايل وعمال يشرب سجارة من برشلونة يعني يا مشايخ الحزب وانت بتعمل البيان حاول ان انت يبقى فيه شيء من المنطق علشان الناس لو لسه فيه ناس أدبعك بتسمعك تطلع تقول الكلام ده صح بدل ما تطلع تقول يا عم الشيخ هو صيح محمد علي ده ليه أجندة أجندة ايه يعني لو الدكتور ياسر برهامي ولا المهندس عبد المنعم الشحات واحد وقفهم من أدبعهم اللي بيحبوهم وقال لهم يا جماعة الراجل مش في أجندة ولا حاجة ده راجل مصري وابن بلد وبيتكلم بلغة الناس ولا لي دعوة بحد وطلع ابنين الناس بيطلب الناس تنزل وتتظاهر تطالب بحقوق ايه الغلط في كذا أليس من الإسلام يا فضيلة الشيخ أن يطالب الإنسان بحقوقه أليس من الإسلام في شيء أن أغلى وأعزل الشهداء رجل قام إلى حاكم ظالم فأمره ونهاه فقتله هي من صميم الدين أم أنها أصبحت بين عشيات وضحاها يا مولانا من الأشياء التي تدعو إلى الخراب ثم إذا كانت هذه الدعوات تدعو إلى الخراب والتدمير ألم تكن دعوات التظاهر في 30 يونيو 2013 دعوة للتخريب وخروجا على الحاكم أم أنها تأتي فقط عندما يكون هؤلاء متتابعون ومتواصلون مع نظام الحكم طريقة الحكم وطريقة الفق اللي بيصدروا شيخ حزب النور لأتباعهم دا لو لسه لهم أتباع بتدل على أنهم لا يفقهون الدين أو يفقهون الدين وإنما يتاجرون به يعني حزب النور بيحذر مين من النزول في المظاهرات أو بمعنى أصح هو عنده جماهير عريضة بتأييده فبيخطبهم مثلا ولا الحزب نفسه نسي الصفر اللي خده في انتخابات مجلس الشورى الأخيرة اللي حصلت من كم أسبوع كان صفر قد كده كانت كحكة كده لم ينجح أحد في حزب النور تعالى شوف المنشط بتاع الانتخابات اللي بيوريك خيبة حزب النور في انتخابات مجلس الشورى يعني على الأقل يا أخي لما تيجي تتكلم عرفني أن انت خدت حاجة في المقابل سقوط النور والله العظيم الصحف أكسم بالله حتى الصحف بتبقى شمتانة في الحزب سقوط النور الحزب يخرج صفر اليدين من انتخابات الشيوخ قادي الحزب اللي خرج بخفة يحنين من انتخابات الشيوخ مش هقول التعريض أنا هتعامل معاهم باحترام لأنهم برضو بيتحدثون في الدين الشيوخ والمشايخ اللي بينتموا لحزب النور اللي بيطلعوا يولسوا الحاكم في كل قراراته وبقى بالنسبة لهم شيء مقدس خدت إيه خفزت على إيه اللي بيقولك أنا عايز أحافز على الدعوة وخلي الدعوة ماشي دعوة إيه دعوة مين اللي انت بتحافز عليها ده انت لا عرفت تنجح في انتخابات وممنوع من الخطابة ولا عرف تعمل دروس في المساجد والحياة بالنسبة لك متقفل عليها من كل حتة وآسف في الكلمة بتتهزأ في الإعلام من كل حد وكل شوية يطلعوا فتوى للدكتور ياسر برغامي يتريقوا عليه ده مرة بيحلل إيه قادي اللي بيحصل لحزب النور قادي الدعوة اللي انت حافزت عليها أنت لم تحفز دعوة ولم تحفز دينا لا دعوة حافزت ولا دينا أبقيت الدين هو إنك تطلع تقول للظالم لا ده الدين ده اللي بيقول عليه الدين الدين ما بيقولش إن انت تطلع واتطيع الحاكم المتغلب زي ما كانت الكتب الفقهية اللي انتوا بتدرسوها على مذاككم طيب انت أيام مرسي ما كنتش بتطلع تقول كده ليه ده أنت كنت أيام الدكتور مرسي بتطلع توسلخ وشه وإنت بتطبع مع الشيعة ولن تفلح أبدا بيحق فين يا عم الحاج فين عبد الفتاح السيسي دلوقتي اللي مش بيطبع بينايم في حضن إسرائيل ما فيش كلمة كده الحزب بيخاطب ود النظام علشان يديله مقعدين في مجلس النواب اللي جاي يمكن حاجة كده تسد الرمق كفاية زل وانبطاح يا قيادات حزب النور لأن السفينة اللي انتوا فيها هتغرق قريب وانتوا جواه